موسيقى المصر اليوم الصفحة الاولى حزب الاخوان لا نستطيع اسقاط الحكومة الاهرام الصفحة الاولى اسرائيل تنشر مدرعات مزودة باسلحة متقدمة كرب سيناء المصر اليوم الصفحة الاولى شرخ فيه جدار حزر سفر الاقباط الى القدس المصر اليوم الصفحة الثالثة الصحة عينات فتاة السل سلبية وطوارئ في حمايات العباسية الاهرام الصفحة الاولى تحسن انفاق المصريين برغم ارتفاع مؤشرات الفقر الاهرام الصفحة الثالثة بطرس غالي منح المحظوظين 22 مليون جنيه مكافئات لا ايد نبدأ بالخبر الاول وعمر سليمان يعود وابو اسماعيل يحتل التحرير ومش عمر سليمان كان انسح برسمي عمر سليمان اعلن انسحابه يعني ان نازل بيان وقال اعلن انسحابه بالضبط كده والحقيقة يعني هي بداية غير موفقة وبداية يعني هي طاليق بالرجل التاني في نظام حسن مبارك التردد وعدم الحسم يعني اذا كان في خلال 24 ساعة أو 48 ساعة يغير موقفه من اقصى اليمين لأقصى اليسار فده معناه وده مؤشر مش ايجابي بالمرة المفروض انه مصر محتاجة في المرحلة دي رئيس حاسم قراراته محددة ورؤيته واضحة وبيقول نوع تلبية لارادة الشعب وان هو رجل عسكري وما ينفعش ان هو يرفض امر والامر جال وهو لازم كما يقال يعني كم من الجرائم ترتكب باسم ارادة الشعب يعني مش معقولة المتين شخص اللي وقفوا في العباسية ولا المية وعشرين اللي وقفوا قدام بيته دول الشعب هذا الرجل هو الرجل التاني في نظام حسن مبارك اللي الشعب صار علشان يسقطه اذا كان كرم الشعب المصري ابقى على عمر سليمان في بيته لحد دلوقتي فمن المؤكد انه مش مفترض ابدا انه يفكر انه مش يترشح للرئاس انه يمشي في الشارع وعن التوكيلات اللي هما بيقولوا تسرق برضه من عمر سليمان طبعا ده كلام فارغ لانه التوكيلات بتتسجل على كمبيوتر ما فيهاش يعني لو واحد تسرق منه التوكيل وراح شهر العقاري يقدم هياخد صورة منها فهي ما فيش مشكلة لكن هو الحقيقة انه هي عودة مستفزة تقديري انه باحتمال كبير انها تكون منورة عنده مشاكل حقيقية هو بيقول انه الشعب طب نشوف اذا كان هيجمع تلاتين الف توكيل وانا يعني اتحدى ان هو يقدم تلاتين الف توكيل هيلجأ لباب خالفي وهو باب الاحزاب الصغيرة احزاب الفلول اللي تسللت في مجلس الشعب لمجلس الشعب من خلال انتخابات نظام القيمة ويدخل على حزب منها وده ما ينفعش يبقى مرشح شعبي مرشح الشعب الحقيقة هو تلك المرشح الذي يستطيع ان يقدم على الآل تلاتين الف توكيل انما انه يلجأ لباب خالفي وحزب يمتلك عضو في البرلمان دي مش حاجة كويسة طيب واب اسماعيل بقى اه اسماعيل استمرارا لحالة حالة الفوضى السياسية اللي احنا عايشينها اه يعني انا معرفش ما بيتظاهروا على ايه هم مش واخدين بالهم انه شروط طرشوح رياسة كانت جزء من التعديلات الدستورية اللي الاسلاميين حشدوا لها يعني بقوة من اجل تمريرها طيب هو ازاي يبقى عارف ان امامتو امريكية ويعني ويخوض المعرقة الانتخابية يعني بكل قوة كده والدعاية اللي تعملت يعني طيب وامامتو امريكية طب ليه من الاول اه احنا عندنا في الحياة يعني روح الفهلوة المصرية ما حدش ياخد باله لانه اه ما حدش ياخد باله وبعدين ممكن نضغط عليهم بعد كده بالشارع بالمظاهرات لكن الحقيقة انه ده السلوك مبدالين هو سلوك غير اخلاقي من ناحية السياسية سي لاجنة الولية الانتخابات بتقول ان هم مش هستجيبوا لأي ضغط ولا لأي مظاهرات ده قانون ده قانون يعني ما ينفعش وبعدين ده شروط مطبقة على الجميع ويعني احنا نذكر انها لما تحط الشرط ده وات الاسلاميين نفسهم اكتر ناس هللوا وقالوا ان احنا كده نقطع الطريق على الناس اللي جاي من اوروبا والمهاجرين والمصرين اللي في الخارج وكانوا قالوا يعني ساعتها انه ده المستهدف هو احمد زويل انه ما يترشحش وكلام ده كله فلما تبقى القواعد فجأة بقى اه لما تبقى القواعد هتأزيني مفروض ان الحد الادنى من الاخلاق او من التنزام السياسي ان انا التزم بهذه القواعد طبعا غريبا انه ابو اسماعيل ما عرفش ان جنسية والدته اه وقال فعلا انه هو ما يعرفش ان والدته مع جنسية امريكية يعني رئيس الدولة برضو او شخص يطمح في الرئاسة ومش قادر حتى يعرف جنسية والدته ده مسألة احنا يعني هيبقى ده عبس كبير لحقيقة تتوقع مين هيبقى رئيس الجمهور ايه شوف في ضوء الارقام اللي موجودة والتصورات اللي موجودة اعتقد انها تبقى المنافسة بين ثلاثة عمرو موسى واتصور انه حظوظه لا بأسة بها وعبد المنعو الفتوح وده يمثل معسكر الثورة ومعاه طبعا قطاع من شباب الاخوان وشباب الاسلاميين وخيرة الشاطر طبعا باعتباره مرشح اقوى جماعة سياسية موجودة لكن تأديري انه فرصه قليلة رغم ان هو يعني مرشح الاخوان المسلمين لكن كم تصرف اللي صدروا عن الحركة او عن الجماعة في الايام الاخيرة خصمت كتير من رصيدهم لدى الشارع الخبر التاني مظاهرات ضد التأسيسية مبادرة جديدة لحل ازمة المنسحبين اذا كنا بنقول دايما ان الحكومة كانت صدرت او خلقت مشكلات كتيرة للشعب منذ قيام الصورة حتى الان فالاخوان الحقيقة بقوا يلعبوا نفس الدور رغم انهم ما بيشكلوش الحكومة يعني الجماعة التأسيسية وازمة التأسيسية اللي احنا عايشنا مسؤولة عنها حركة جماعة الاخوان المسلمين بشكل اساسي ومسؤولين عن خمستاشر يوم ضعوا في كلام عن مجرد تشكيل اللجنة ومبدأتش عملها كان يمكن ان يكون انجزنا قدر اللي بقى سبيه من العمل في الدستور لو ان الامور صارت بالشكل الطبيعي لو انهم تخلوا عن الرغبة في الاستحواز والسيطرة ليه برضو قبل الاستحواز ده يعني احنا يعني ذهقنا من الاستحواز والشعب المصري يعني فاض بيه من الاستحواز وعملنا صورة عشان الاستحواز شوفي عشان برضو نبقى كلامنا واقعي هو الرغبة في الاستحواز دي رغبة انسانية ولما كانت يعني احنا عزين ملايكة على الارض علشان يتخلوا عن لا بس مش في الاول كده دي الاخطاء اللي هما بيقعوا فيها الاخطاء اللي هما وقعوا فيها هما من الاول قالوا انه مشاكل البلد اكبر من انه يتحمل مسئوليتها فصيل واحد واحنا صدقنا وكانوا دايما يرفعوا شعار مشاركة لها مغالبة وكنا بنصدقهم فجأة لما جينا ساعة الجد وطبعا دايما المواقف تختبر في الاختيارات الحقيقية مش في الكلام لانهم بياخدوا حوالي 70% هما وحلفائهم من بقية الطيار الاسلامي من اللجنة وده معناه انه اي طيارات تانية موجودة هي موجودة على سبيل التمثيل المشرف في الاخر لان يؤثروا بأي شكل فخلقنا مشكلة بيحاولوا هما يحلوها دلوقتي في صعوبة في حلها لكن زي ما تحضرتك هو ده استمرار لسياسة خلق المشاكل التي بلا داعي حقيقة يعني سوى الرغم مش وقته يعني هزين نقوم طيب حزب الاخوان لا نستطيع اسقاط الحكومة نفس الفكرة طب ما احنا قلنا من الاول انه اولا اسقاط الحكومة مسألة يعني ايه لو احنا النهاردة اسقاطنا الحكومة وعشان نبدأ تشكيل حكومة جديدة ودي مش مسألة هتبقى سهلة في ضوء ان احنا بقى عندنا احزاب وعندنا مناقشات بين قوى سياسية عديدة الموضوع يمكن يمتد اللي ما بعد انتخابات الرئاسة فكان من الاول طيب نفس الفكرة انتم برضو صدرتوا مشكلة الحكومة ومن الاول نعلم حاجتين انه مجلس الشعب ليس له حق سحب السقه من الحكومة حاجة التانية انه حزب النور السلفي من الحقيقة من اللحظة الاولى وقال لن نفكر في سحب السقه من الحكومة صحاب اكبر تاني كتلة برلمانية في المجلس اذا فالاخوان من الاول يعلموا انهم لا يستطيعوا سحب السقه من الحكومة طيب لماذا كل هذا الجدل وكل هذا الضغيج اللي برضو يحط الحكومة دايما تحت ضغط في التصرفات فأثر على اداءها وبعد كده هم استخدموا حكاية الحكومة واسقط الحكومة مبرر عشان يمرروا اتراجعوا عن قرارهم بعدم الدفع بمرشح للرئاسة ويدفعوا بخيرة الشاطر بسبب وهي اللي هو كانوا بقولوا المجلس العسكري مش رافض ان هو يسقط لنا الحكومة طيب يا سيدني تاني نفسك بتقول انا مقدرش يسقط الحكومة طيب الاهرام صفحة الاولى اسرائيل تنشر مدرعات مزودة بأسلحة متقدمة قرب سيناء طبعا هو المسألة عشان برضو من الناس ما تفسرش الامور اكتر من حجمها هي ديان حرص حدود يعني قوات حرص حدود تهدف الى تأمين الحدود من بشكل اساسي من الارهابيين من قصد المهربين اللي هم بينشطوا بشكل كبير على الحدود يعني يعني هم بيحموا حدودهم اه بيحموا حدودهم مدهش مفيش اي حاجة لكن طبعا الامر لا يسلم من الاخطاء او التهور او العجرفة الاسرائيلية عشان كده احنا لازم نكون مستعدين الحقيقة خصوصا انهم بيقولوا انه الاسلحة الموجودة هي اسلحة تعمل بشكل عالي بمجرد ظهور هدف مفيش اي حاجة تحول لهم انه يظهر حد من افراد قواتنا الامنية الموجودة هناك او يدخل في نطاق في مدى او في مرمى نيران هذه الاسلحة فاحنا الحقيقة لازم يكون لنا موقف واضح وصريح ومعلن تجاه هذه الطورات وتحذير واضح وصريح لا يقبل الشك ان احنا لم نقبل بسقوط اي ضحايا ولا على سبيل الخطأ ولا على سبيل العمد المصري اليوم صفحة الاولى شرخ في جدار حظر سفر الاقباط الى القدس هنا الحقيقة بالموضوع ده بيصير قضية ايه ارتباط القضية بالشخص يعني هو كان حظر سفر الاقباط مرتبط بمواقف البابا شنودة الراجل كان له موقف قومي عروبي قوي جدا ورافض فكرة انه اي مسيح ارثوذوكسي يسافر الى القدس طالما ظل تحت عيد الاحتلال الاسرائيلي فلما راح البابا شنودة تصوروا انه هذا الموقف كان مرتبط به تغير وانه ما بقوش محتاجين انهم يلتزموا به كمان طبعا تقديري انه في اطار في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها وصعود الطيار الاسلامي يعني هم حاسين انه في شرخ الحقيقة في جدار المجتمع اكتر منه شرخ في جدار الحصار اللي على اسرائيل يعني تمام الخبر السادس الصحة عينات فتاة السل سلبية وطوارئ في حمايات العبسية هو اخطر حاجة في القصة بتاعة فتاة طالبة الازهر والزهور هو انه عودة الحديث عن مرض السل هو مرض السل بيسموه الباحثين يعني والمراقبين انه مرض الفقر هو مرتبط بالزهور في المجتمعات شديدة الفقر التي تفتقد الى الخدمات الاساسية المية النظيفة الهوى الصحي فانه يظهر في مصر تاني مسألة الحقيقة خطيرة ومسألة مزعجة مزعجة جدا رغم ان هو من الناحية الصحية يعني السيد ووكيل اول وزارة الصحة قال انه لم يقعد مرض مميت يعني ليه علاج مش ذلك اه لا لا لم يقعد مرض مميت بس في الاخر بس الحقيقة هو مسيء اكتر منه مميت صح ظهوره مرة اخرى ده مسيء مسيء للمجتمع يعني في قرنة الواحد وعشرين ومصر بعد ما اعلنت اعلنت خالية من السل منذ عشرات السنين نرجع نظهر للاشتراكات الصحية في المدينة الجامعية ايه فما بالنا فعلا بالمناطق العشوائية اللي هي تفتقد لكل مقاومات الحياة الصحية ولذلك يجب انه يكون هذا الخبر اشارة او انزار جرس انزار من اجل التحرك وفعلا وننظر الى المناطق التي ممكن ان تمثل نقاط لانتشار وباء يعني يبقى فيه بقى فرق تبية تنزل المناطق العشوائية اللي هي تفقاها بزبط تعمل حاضر وتشوف المرض ده موجود في المناطق دي ولا لا بالزبط كده تمام الخبر السابع معنا من الاهرام التحسن انفاق المصريين برغم ارتفاع مؤشرات انفاق طبعا المصريين بهم وهم لا هو فيش فلوس فيه فلوس بيصرفه كل اللي معاهم بس هو طبعا الحقيقة عندنا مشكلة في التعامل مع الجازل مركز التعباة والاحصة دايما بيتعامل باعتباره المسؤول عن طبيض واجه الحكومة اي حكومة بلازم نراعي انه تحسن هو مش تحسن انفاق هو ارتفاع الاسعار ففرض على المصريين انه يصرفوا اكتر علشان يحصلوا على نفس الاحتياجات انا علشان احسب اذا كان فيه تحسن في مؤشرات الانفاق ولا لا اشوف اذا كانوا بيضيفوا عناصر جديدة او بنود جديدة للانفاق ولا بيشتروا تحسن نفس الاحتياجات زي ما كنت باشتريها قبل كده لكن لانه كنت باشتري بعشرة الوقت بييت اشتريها بخمستاشر ده ما ينفعش يبقى تحسن انفاق ده يعني تضهب في مستوى المعيشة بتاع المواطنين صح فعشان كده هي دايما احنا عندنا مشكلة اللعب بالاحصائيات والانه التراث طويل فيها يعني نحنا دايما نختار الاحصائية ونعنوينها بصورة تبيض واجه الحكومة صح يعني فيه فعلا حاجات الناس ما تقدرش تستغنى عنها ومرفز اسعار برضو لسه بيشتريها وكده برضو ممكن بيأثر بقى في حاجة تانية يعني بيأثر معهم من ناحية تانية طبعا طبعا هيتلاقي هيبقى تراجعة معدلات للدخار هيبقى تراجعة الانفاق في دنود تانية صح لكن هو في الاخر الاحتياجات الاساسية هي اللي بقى فيها يعني يزودوا فيها وفي حاجات تانية صح بيبقى تانى اللي أصلا أنه يتحسن مستوى المعيشة علشان نعرف إذا كان هذا التحسن حقيقي ولا تحسن ورقي الخبر التامي معنا من الأهرام بطرس غالي منح المحظوظين 22 جنيه مكافآت 22 مليون جنيه سوريا مش جنيه مكافآت إحنا طبعا عندنا مشكلة أساسية والحقيقة أنا لحد دلوقتي بقول أنه أحد أوجه قصور مجلس الشعب بما فيها الأغلبية هو أنه لم يتحرك لفتح هذه الملفات حتى ملفات المستشارين والانتدابات أي مسؤول في مصر يستطيع أن يعطي للمرضي عنه أو للمحظوظ يفتح له مغارة علي بابا من خلال عدد لا نهائي من الانتدابات يقبط فيها ملايين الجنيهات بدون أي جهد حقيقي ولا أي مبرر حتى لا قانون ولا حقيقي تمام الكاتب الصحفي والمفكر أشرف البرباري نورتنا النهاردة في نهارك سعيد مرسيب نشكر حضرت شكرا مشاهدينا خلصت فقرة الصحافة بس دلوقتي هنشوف معاكو تقرير ندوت المواطن المصري ونرجع نكمل باقي فقراتنا عارك سعيد ترجمة نانسي قنقر